بسم الله الرحيم وصلاة 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 ورحمة العالمين حديث خطيرة جدا فيها وعيد شديد لمن يطلقون ابصارهم واعينهم الى الحرام ويشاهدون الاباحيات مابش انسان عنده ذرة من خشة ذرة خوف او خشة من الله سبحانه وتعالى وساسمع هذه الحديث ثم يصر على المشاهدة الحرام سأقول حضركم الادلة على صحة هذه الحديث الحديث الاول من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من نظر الى عورة اخيه متعمدا لم يقبل الله لم يقبل الله منه لم يقبل الله منه صلاة اربعين يوما لم يتقبل لم يتقبل لم يتقبل الله منه صلاة اربعين يوما ماهي الحديث ده؟ يعني انسان اذا نظر نظرة واحدة للحرام او العورة نظرة واحدة فقط لم يقبل الله منه عبادة صلاة اربعين يوم حديث الثاني من نظرة من حديث ايضا ابي هريرة رواه الامام التبراني في المواجم الاوسط من نظرة في بيت جاره فنظرة الى عورة اخيه المسلم او شعر امرأة او شيء من جسدها كان حقا على الله ان يدخله النار من نظرة في بيت جاره فنظرة الى عورة اخيه المسلم او شعر امرأة او شيء من جسدها كان حقا على الله ان يدخله النار هذا اسمتها الخطورة الحديث هنا بيقول شعر امرأة انسان الناس اللي بتتجسس وبتتلصص وبصم الشبكة على بيوت الناس حتى لو كان بيصلي وصوم تعالوا ما نشوف الادلة على صحة هذه الاحديث عشان كل انسان خاصة المدمنين لمشاهدة الابحيات يتدارق نفسه قبل فوق الاوان انه بيدمر حسناته ويدمر اخيرته ويدمر حسناته دليل الاول على صحة هذه الاحديث قال عليه الصلاة السلام في الحديث يا سعد هذا الحديث حديث حسن يعني حديث صحيح يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة فالذي نفس بيده ان الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا صلاة اربعين يوم وفي فرق بين الفم والعين لا يوجد فرق بينه هنا في الحديث الثاني الرسول عليه الصلاة السلام يقول لو قصف لقمة واحدة بس حرام الفم يتغذى على الطعام والعين تتغذى وتتغذى هي الأخرى اما تتغذى في الحلال في محاسن الزوجة ينزل الى محاسن زوجاته في الحلال او ان هو ينزل الى حرام الفم والعين من الحواس والاثنين موجودين في الوجه قال عليه الصلاة السلام في الحديث احفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوا ان السمع والبصر والفؤادة كل اولئك كان عنه مسؤولة لا يوجد فرق بين العين والفم والاثنين حواس والاثنين موجودين في الرأس احفظوا الرأس وما وعى اللي هو الفم والعين هناك في الفم اربعين يوم لو لقمة حرام دخلة الجوف لماذا؟ لان اللي بيأكل حرام ليس تقيا ورب الله صلحات رابعون انما يتقبل الله من المتقين في صورة المقيدة انما دي حرف قصر فالذي يأكل حراما ليس بتقيا وبالتالي لن يقبل له عمل لن يقبل له عمل احسن كل الناس اللي بتفرج معي دلوقتي او اسمعني منتفق معي ان اللي بيأكل حراما متعمدا ويعلم انه يأكل حراما لا سبب تقيا وبالتالي لا يرفع له عمل ولا يرفع له دعاء كما جاء في الحديث الرجل يخرج اشعص اخبر يطيب للسفر كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ثم يقول يا رب يا رب يا رب وما اكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام ثم يقول يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب له فأنا يقول حديث صحيح ان الدعاء لا يقبل فإذا العمل لا يرفع ما هي الصلاة عبارة عن قرآن في الفتحة تقول تسني على رب الحمد لله رب العمير اهدنا الصلاة المستقيم الصلاة عبارة وكلمة صلاة في الفتحة من ضمن المراطفات معناها دعاء مثلا العمل لا يقبل والصلاة لا تقبل إذا الإنسان اطعم من حرام اطعم من حرام فكذلك العين إذا نظرت إلى الحرام يبقى يبقى هي تدخل في نطاق هذا يبقى حالك دليل ثاني الحديث يقول إن الرجل إذا نظرت إلى عورة أخيه متعمدا لن يقبل منه صلاة أربعين يوم طب اللي بشاهد فيلم إباحي من قدة عشر دقائق حينظر كم نظرة حرامة إلى عشرة مية يبقى إضرب يبقى فيلم واحد فقط يمنع قبل اللي عملت سنة كاملة أو ربما السنوات أنا ليس ببالغ ليه دي الحقيقة وهو الحديث الثاني للغاية الإمام التبراني نظرة إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسديها كان حقا على الله يدخله هناك أليلة تانية غير ما نقولنا أفيدا نحن نسألين دوقتي أن الوقمة واحدة حرام هناك أربعين وهنا أربعين هناك أربعين وهنا أربعين حديث هذا حديث من صحيح ابن ماجة من حديث سوبان رضا الله عن الله سوبان قال عليه الصلاة والسلام لعلمان أقواما لعلمان أقواما من أمتي بأمثال جبال تهمة حسنات بيضة لعلمان أقواما من أمتي يأتون يوما القيامة بأمثال جبال تهمة حسنات بيضة فجعلها الله هباء من ثورة فقال له صوبان رضا عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال له عليه الصلاة والسلام هم من إخوانكم ومن جلدتكم يصلون كما تصلون ويصمون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتفكوه كلي بالكم كأن النصوص عصاني يقول الحديث ده لمشاهدين الإبحيات أنا لا أستطيع أن يشاهد هذه الأفلام القذرة إلا في وجود الناس أمام الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى أمام أبيه أو أمه لكن يفعل ذلك في غرفة مغلفة لا يراه فيها أحد يبقى إذا خلوا إلى محارم الله انتفكوه يبقى إذا خلوا بمحارم الله انتفكوه يبقى إذا خلوا بقى هايجي بأمثال جبال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث والدفعان صحيح هايجي معاه أمثال جبال تهامة يعني هايجي معاه حسنات ربما 30 سنة 40 سنة صلى الله وسلم هايجي ربنا حيضيق له عمله لعمله في 30 سنة يحبط هذا العمل في 30 سنة و40 سنة ليه؟ لأنه قاعد 30 سنة ينتهك حرمات الله في الخفاء وهو ده كفر ورياء لأنه هو بيضوش يعمل كده هو يخشى الناس ويقدم أكثر من يخشى رب العالمي ويوقر الناس ولا يوقر رب العالمي جعل الله أهور النظرين إليه لذلك كي يكون الحديث لا تجعل الله أهور النظرين إليك بذلك بده كفر وشرك بالله إنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه إذن إذا ببشاهة الإباحيات لن يرفع له صلاة أو صومة أو زكاء ورسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ما يحسب عليه العبد هو مقامة الصلاة في إذا صالحات صالحة العمله كله وإذا فسد فسد العمله كله الصلاة لن تقبل وبالتالي العمل لن يقبل و وشكله بس لن يقبل له ضعاء إليه ببشاهل الإباحيات لذلك أقصر الناس اللي بتشاهد الإباحيات تنزل عنه من نقمة وتنزل عن البركاته من حياته ومنع نزول الرزق الرسول على صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الناجل اليوم منع الرزق من الإنزام يفعله إذا بقى أنت ستضمر نفسك ستضمر حسناتك ستضمر أخرتك لذلك أنا أحذر تحذيرا شديدا الصلاة لن تقبل والعمل كله لن يقبل يوم القيامة إن العمل كله مبني على الصلاة نزل واحدة للحرام تمنع قبل العمل 40 يوم وتمنع قبل الدعاء 40 يوم لم تقبله الصلاة 40 يوم فما بيلك بقى بالمجم الذي يشاهد هذه